السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما زلنا نتكلم عن علوه الهمة مرحبا بكم أيها السابقون أصلا الله عز وجل نجمعنا وياكم في الفردوس الأعلى النهاردة الحلقة رقم عشرين وربنا يبارك فيكم جميعنا رب العالمين واحفاظكم من الليلة دي هتبدأ الليلة للوتر اللي بنلتمس فيها ليلة القدر فقوعة تنسى جماعة ربنا يحفاظكم يعني نشد العزيمة من النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى العشر الأواخر يعني شد المئزر واكتهد في طاعة الله عز وجل أكثر وأكثر مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في القمة في طاعة الله وفي عبادة الله لكنه كان يشتد أكثر وأكثر في العشر الأواخر التماسا ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم نازلنا نتكلم عن علوه همة النساء وعلوه همة النساء الحقيقة ليس له نظير كلمنا في الحلقة اللي فاتت المبارح عن قصة امرأة فرعون امرأة فرعون لما شافت موسى عليه السلام وقالت كرة عيني لي ولك لا تقتروه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشارون امرأة فرعون آمنت وفرعون يعني عرف أن هي آمنت وبدأ يعذبها وبدأ يخلي الجنوب بتوعه ويطلعوها بره ويعذبوها في حر الشمس يقول ابو هريرة رضي الله عنه ورضاه فكانت الملائكة تظلها بأجنحتها في نحر الظهيرة يعني هي الشمس نأحة في دماغها جامد جدا وهي بتعذب وكانت الملائكة تظلها بأجنحتها وقدر الله عز وجل إن فرعون خلاص قرر أنه ينتقم منها ويموتها فكانت الهمة العالية تمنت لا أقول تمنت الجنة في حسب قال جل وعلا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي بن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمليه ونجيني من القوم الظالمين فاختارت العندية اختارت الجار قبل الضار قالت ايه ربي بن لي عندك أنت بيتا في الجنة ويعني ولله المثل الأعلى كانوا بيقولوا دايما إن الجوار الطيب مهاش ببلاش الإمام أحمد بن حمبل رحمه الله رحمه الله رحمه الله ساعة كان يسكم في بيت كان كل أحد دي بيتس وانطط كده على قد لكن كان منعزل يعني ما كانش أدواره حال زي كان المهم فكان الراجل الذي يمتلك بيت الإمام أحمد كان هو نفس الراجل الذي يمتلك بيوت كثيرة جدا حول بيت الإمام فجيه يأجر للبيت الإمام أحمد أجره له حوالي عشر دنانير جيه أجره بقى للرجل اللي يسكن جنبه فرحم أجره له باربعين دينار فراجل تعجب قال له يعني هو البيت غري قال له لا ما أجريش هو نفس السعر عشر دنانير قال له ما لنت هتأجره لي باربعين ليه؟ قال عشر دنانير إيجار البيت وثلاثين دينار لجوار الإمام أحمد يعني هي الجيلة دي ببلاش الجيلة دي مهاش ببلاش وفي أرض الواقع في الوقت الحالي في وقتنا المعصر ده أحد مشايخنا لو بنا أحفظهم كان أخذ قطعة أرض في مكان وقطعة الأرض دي كان المتر فيها أظن على ما أذكر كان بحوالي 300 جنيه ولما خد قطعة الأرض دي والناس عرفت إن الشيخ خد قطعة الأرض في مكان دو فحبوا يسكنوا حوالين الشيخ عشان يبقوا في جوار هذا الشيخ الفاضل فزاد سعر الأرض تاني يوم لألف جنيه فلما راحوا درجل اللي بيبيع الأراضي دي كلها قال له طب ما أنت لسه باع للشيخ ب300 قال لهم أيوة 300 جنيه 8 الأرض و700 جنيه لجوار الشيخ فالحالي جبلاش ولله المثل أعلى فما ظنك بجوار مالك الملك ومالك الملوك جل جل فقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة العجيب في الموضوع أن فرعون في آخر مزهي منها أمر الحرس أن يموسكوا حجر كبير جدا ويضربوا في رصها عشان تموت قالوا فوجدوها وهي يلقى عليها الحجر وهي تبتسم فظنوا أنها قد جنت إنها جننت قال أبو هريرة ولكن الله عز وجل رفع لها بيتها في الجنة فلما رأته تبسمت فظلنا الناس أنها قد جنت يا الله مثل عظيم جدا جدا ولذلك يفن النبي صلى الله عليه وسلم على أسئة أمرأة فرعون ولا ينسها أبدا في الحديث الذي رأى البخاري يقول صلى الله عليه وآله وسلم كامل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية أمرأة فرعون ومريم بنت أمران وإن فضل عائشة على سائر النساء كفضل فريد على سائر الطعم يا سبحان الله يبا شاهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالكمال وشاهد لمريم بنت أمران بالكمال بأبي هو أم صلى الله عليه وسلم فشوف تخيل بقى لما أمرأة يصل تصل علوه همتها لدرجة أنها من بيت فرعون وتترك هذا الثراء وهذا النعيم وهي زوجة من؟ زوجة فرعون اللي هو كان من أعظم ملوك الأرض في هذا الوقت وكان يعني يمتلك ثروة لا تقدر بمان شيء عجيب جدا يعني ثروة لا تخطر على قلب بشر ورغم ذلك تركت الثراء والقصر والنعيم والخدم والحشم والطعام الجميل وكل ده من أجل أن تفوز بجوار الله سبحانه وتعالى رب ابن لي عندك بيتا في الجنة شوفوا الهمة دي أن امرأة تترك كل هذا النعيم ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منهم بفضل الله فعلا ربنا عوضه خيرا مننا وسبحان الله ويخلد الله ذكرة آسية امرأة فرعون في كتابي في أعظم كتاب من كتبي ألا وهو الكرآن إلى يوم القيامة آيات بنتلوها وابنقرأها إلى يوم القيامة رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين كما قالت مرأة فرعون رحمه الله رحمه الله رحمة واسعة وجمعنا بها في الفردوس الأعلى ده مثلا عظيم جدا جدا فين بقى أختنا المسلمة النهاردة اللي بتثبت على دينها فين النهاردة الأخت النهاردة تكون لابسة الخمار كان يوم طول أصلي في البيت دايقوني فاضطررت أن أنا أخلعه أصلي خطيبي قال لي بلاش عشان يعني عايزين بقى نعيش حياة كده يعني جميلة وننبسط ونتمتع مش عفقه فرح تقال على الخمار فين اللي لبسة النقاب وزوجها غصب عليها رح تتخال على النقاب فين وفين وفين فين السبات بتاع الأخوات ربنا يبر فيهم فين الأخت اللي بتثبت على دين الله وتقول والله مهما حدث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى إن شاء الله لازم يثبت على ديني ورب ولادي على الثبات دوت وربيهم على طاعة ربنا سبحانه وتعالى وعلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم عايزين نساء بالمنظر ده فلو كان النساء كمان ذكرنا لفضلت النساء على الرجال وما التأنيف لسم الشمس عيب وما التفكير فخر للهلال فإذن يعني محتاجين أمثلة نادرة وجميلة من أمثلة هذه النساء الصالحات تعالى نشوف المثل التالت الجميل مثل أمينا عائشة وإن فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد نوع من الطعام الجميل كفضل الثريد على سائر الطعام أمينا عائشة يعني كتير من طبعا من المستشرقين وقاعدوا والعلمانيين قاعدوا هاتكلام معقولة يعني أمينا عائشة تزاوجها نبي صلى الله عليه وسلم وعندها تسع سنوات طب الحديث في البخاري يا جماعة قالوا ولو كم في البخاري إزاي واحدة تتزاوج وعندها تسع سنوات أقول لها بسيطة خالص مش هنروح بعيد يومنا عائشة من كم سنة من حوالي 1400 وشوية طيب ده إحنا نتكلم بس في 100 سنة فاتت ست وستك وجدي وجدك وعمتي وعمتك والناس الكبار دولت يعني ربنا الحمى والجميع عنا رحمة نواسعة كانوا بيجوزوا عندهم كم سنة أنا نفس سائل واحدة قاربتي كستة كبيرة جدا بقول لها حقي جوزت عندي كم سنة هي عمتي بس مش أخت ابوه مباشرة إيه بنت عب والدي جوزت حقا عندي كم سنة قالت لي يا ابن والله ده أنا يعني كنت خلاص هبور ويعني جوزت متأخرة شوية جوزت عندي 11 سنة فاتخيل الكلام ده من كم سنة من أقل من 100 سنة جوزت عندي بقى كم سنة 11 سنة 11 سنة قالت أه طب وكنت يعني قايمة بالبيت قاتي ده أنا من 8 سنة كانت امرأة امرأة بتقوم بالبيت وتقوم بعباء البيت وتقدم وتكنس وتطبق وتعمل كل حاجة غير ان البنت اصلا في اراضي الارض الجزيرة والاراضي الاماكن الحرة تبلغ قبل البنت اللي بتقاش في الاماكن الجليدية ممكن تبلغ عندها 8 سنوات كمان يعني شوفها ديه فهي امرأة تحمل هم الاسرة وتراعي الزوج والبيت وكل حاجة فنا حرج في ذلك النبيل صلى الله عليه وسلم عقد عليها وعندها بنت 6 سنين ودخل بقى هي بنت 9 سنوات رضي الله عنها وارضها مات النبيل صلى الله عليه وسلم عاشا معاها كم سنة نبيع السلام حدفكر 9 سنوات ماتوا عندها 18 سنة وكانت في التسع سنوات ديه كانت تحمل علما لا يخطر على قلب بشر ليه لما ام سلمة كلمت نبيع السلام في امر عائشة قال يا أم سلمة لا تغضبيني في عائشة أو لا تكلميني في أمر عائشة فوالله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن إلا عائشة وذلك كان حتى بعضهم يسموها بيت الوحي يسمي بيت أم عائشة بيت الوحي أم عائشة رد الله عن أرضها ما نزل الوحي في بيت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا أم عائشة رد الله عن أرضها طبعا تعلمت أشياء من نبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت أكثر اطلاعا على النبي صلى الله عليه وسلم من نبيع السلام برّ البيت الصحابة شايفينه إنما جوا البيت محد شافوا إلا زوجته صلى الله عليه وسلم فكانت تنقل أحوال النبي وأفعال النبي وكلمات النبي وعبادة النبي كانت تنقلها للأمة وتعلم الأمة رضي الله عنه مرضاه مات النبي صلى الله عليه وسلم عندها 18 سنة ففضلت عيشة بعد موت النبيع السلام 47 سنة تبلغ الناس وتبلغ الأمة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيعني كانت مثالا عظيما للمرأة العالمة والداعية اللبيبة رضي الله عنه رضا حتى قال الزهري والله لو جمع علم النساء جميعا لفضل عليهم علم عائشة أو لكان علم عائشة أوسع من علم النساء جميعا رضي الله عنه رضا وكان مصروك يقول والله لقد رأيت مشايخ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عائشة عن الفرائط تخيل بقى علماء الصحابة كان لما طرفت دمهم مسألة كان يسألون عنها عائشة رضي الله عنه رضا وده بيدينا برضو حافز كده نحن نتكلم مع أختنا المسلمة على علم والهمة في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أخبارك إيه؟ أخبارك إيه مع طلب العلم؟ والله يعني بدأت أحفظ كرآن والحمد لله ختمت جزء عامة وكنت دافل على جزء طوارق بس حصل بقى ظروف وانشغلت وانت عارف الدنيا ومشغلها يقول عايزين عزيمة وعايزين همة وعايزين قوة في طلب العلم خذوا ما آتيناكم بقوة الشيء الوحيد اللي ربنا أمر بي نبينا صلى الله عليه وسلم أن يطلب منه المزيد اللي هو العلم فقط وكن رب زدني علما ما قال شيء أقول وكن رب زدني مانا زدني صحة أو قوة أو جمالا أبدا الشيء الوحيد الذي أمر الله عز وجل حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يطلب منه المزيد هو العلم وكن رب زدني علما فين العلم؟ العلم هتتعلمي إزاي أنت تصلي إزاي تصومي تتعلم عشان تدعو إلى الله وتعبد الناس من حولك لله سبحانه وتعالى وبعدين فيه فروض أحيان على كل امرأة لازم تتعلمها فقه الطهارة فقه الحيض والنفاس فقه الصلاة فقه الحج لو هتحجي فقه الصيام داخل علينا صيام رمضان فقه الزكاة لو عندك مال وهتزكي يعني كل هذه الأشياء ده فردة إين عليك لازم بصرف النظر هتكون عالمة ولا مش عالمة ده فردة إين عليك لأن انت بتمرس العبادات ديت بدل متمرس العبادات غلط وكثير من النساء الحد يومنا هذا لا يتعلمنا فقه الحيض والنفاس وهذه الأشياء ودي أمور يعني لا تصحي العبادة بدونها يعني ممكن هي تصوم في وقت يعني يحرم عليها الصيام فيه وممكن تفطر في وقت يحرم عليها الافطار فيه فلا بدنا نتتعلم هذه الأشياء عايزين نشوف أمثلة عظيمة جدا من المرأة العالمة ودينا نتكلم عنها إن شاء الله حينما نتكلم عن علو والهمة في طلب العلم بفضل الله صحيحة تعالى تعالى نشوف مثال تاني أو مثال رابع بعد ما نصدع لحبيبنا صلى الله عليه وسلم أمنا زينب بنت جحش والحالة الأمثلة كثيرة وعظيمة وجميلة ومتنوعة كل مثال يخص مسألة معينة يعني زينب بنت جحش ومتعرفين طبعا كنسة زواجها من زيد ابن حارفة زيد ابن حارفة اللي نبع الصلاة تبنها في الأول فلما نزل تحريم التبني اضعوهم لأبائهم وأقصد عند الله ما كان محمده الأباء أحد من رجالكم ولكن صلى الله فنزل التحريم فكان الأول كان اسمه زيد ابن محمد وما بعد ذلك عاد إلى اسم الحقيقي اللي هو زيد ابن حارفة زيد ابن حارفة كان عبدا من العبيد أهدا حكيم ابن حزام لما اشترى من سوق عقاض وأهدا لعميته خديجة فخديجة لما تزواجها النبي صلى الله عليه وسلم ادته هدية للنبع الصلاة لما نيته بيحبه فالنبع الصلاة أعطقه وخلى يعني بقى مولا من الموالي هو كان مولا لنبع الصلاة حب يجوزه من مين؟ من بنت عمته بنت عمت النبي صلى الله عليه زينب بنت جحش كانت حسيبة جميلة وضيئة نسيبة غنية يعني يتمناها علية القوم في كريش فقال لا عايزة جوزك زيد ابن حارفة فرفضت في بداية الأمر فنزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم وقفين يعني خلاص وقفين عند الحق المسألة يعني ايه يعني طالما ربنا أمر خلاص فهم زي وده بيفكرني بمثل جميل يقولولك بس بعد ما تصلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم الإمام مالك طبعا عافين الإمام مالك الإمام مالك رحمه الله رحمة الله وسع كان بيعطى دروس في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحيانا يعمل مجالس للفوتية أي حد عنزه عايز سؤال يخش على الإمام مالك يسأله وكان تلميزه الإمام الشافعي رحمه الله رحمة الله وسع الإمام مالك قاعد على الكرسي بتاعه ويجي له السائل يسأله والإمام الشافعي قاعد في مؤخرة المسجد بعدما السائل يسأل الإمام مالك ويأخذ منه الإجابة يوم الإمام الشافعي مصدود تعالى ما السؤال وما الإجابة عشان يتعلم حاجة جديدة فالمهم جي واحد من الناس دخل على الإمام مالك قال يا إمام لقد أقسمت على زوجتي وقلت لها أن تطالق إن لم تكوني أحلى من القمر قال الإمام مالك قال له طبعا زوجتك مش هككون أحلى من الأمر فوقعت طالقة ومتعودش تاني الموضوع دوت وبلش كذ قال له حقي مش قابل مين به قابل الإمام الشافعي فقال الإمام الشافعي ما السؤال وما الإجابة قال له سألت إمام مالك فقلت له أنا قلت لزوجتي أن تطالق إن لم تكوني أحلى من القمر فقال لي زوجتك طبعا مش أحلى من القمر فكذا اطلقت فالإمام الشفعي قال له لا زوجتك ما اطلقتش قال له أن زوجتك أحلى من الأمر فالرجل اضغاز قال له أنت شفتها قال له لا مشفتاش لكن أما سمعت قول الله عز وجل والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خالقنا الإنسان في أحسن تقويم إيه رأيك فتقويم خلق الإنسان أجمل من تقويم خلق القمر قال له نرجع الإمام مالك قال له نرجع الإمام مالك فدخل الإمام الشفعي مع هذا الرجل للإمام مالك فهرجل قال له يا إمام أنا سألتك بكذا وقلت لي كذا وقلت لي كذا وقلت لي كذا طبعا لوحد غير الإمام مالك قال له يعني كده يعني برضه قدام الدام الأجانب وقلت تعفى من زيه وتكسفنه وعند التلميذ يعني ما ينفعش العين تعل على الكلام ده كله فكان لكن عندهم زيه كده وقافين عند الحق فقال الإمام مالك كلمته الشهيرة الحق أحق أن يتبع أخطأ مالك وأصاب الشفعي يا الله فأمنا زي أول ما نزلت الآية قالت يا رسول الله أترضاه لي زوجا قال أجل قالت إذن فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها زيد بن حريفة حصلت ما بينهم خلافات زي ما بيحصل في أي بيت وبعد سنة طلقت فلما طلقت وهي التي أطاعت أمر النبي صلى الله عليه وسلم جاءت المكافأة مضمخة بطيبها وعطرها من عند مالك الملك ومالك الملوك فنزل قول الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوج ناكها زاء جاء الأمر بزواجها من النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأمر من مالك الملك ومالك الملوك ولذلك جاء في البخاري أنها كانت تتفاخر على أزواج النبي على السلام تقول لي زوج كنا أهالي كنا أما أنا فراخت زوجا لله عز وجل من فوق سبع سماوات زينب بنت جحش رضي الله عن وردها كانت مثل عظيم جدا في العبادة لا تخطر على قلبه وشر وصل بها الأمر جماعة من قيام الليل والعبادة والقراءة الكرآن والذكر أنها كانت تعمل حبل لنفسها في المسجد حبل من الحيطة دي للحيطة دي ربطها فكانت توقف تصلي ولما خلاص تتعب وتصل بها درجة الإعياء كانت تتسند على الحبل وهي وقف حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم من المسجد كما في الصحيح فرأى الحبل فقال لمن هذا الحبل قالوا لزينب تصلي فإذا فطرت استندت عليه قال حلوه حلو الحبل ده ليصلي أحدكم نشاطة فإذا فطر أو كسل أو مرض فليقعد شوف بقى منهج النبع السلام فكانت كمة في العبادة فين نارضة الأخت المسلمة اللي بتصلي قيام الليل مع أني حبيبنا صلى الله عليه وسلم وصانا بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومنهات عن الإثم وقربة إلى الله عز وجل وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد فين قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأة فإن أبت نضح في وجه الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبا نضحت في وجه الماء فإن قام وصلي كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات فين إحنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا جل وعلا نزولا يليك بجلاله وكمالي إلى السماء الدنيا كل ليلة وينادي علينا هل من داعني يدعوني فأجيبه هل من سائر يسألوني فأعطيه هل من مستغفر يستغفروني فأغفر له إلى أن يطلع الصبح فين إحنا من كامل ليل فين يا أخت ربنا برفيكي دركتين في جو في الليل خير من الدنيا وما فيهم فين إحنا من كامل ليل فين إحنا من الوقت الجميل أهل الجنة والمستغفرين بالأسحار فربنا يجعلنا إياكم من أهل القيام ومن أهل الصيام فكانت أمنا زينب كانت قمة في العبادة بفضل الله فهذا كله كانت قمة في الإنفاق والصدقة حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم في يوم الآيام قاعد مع زوجاته فبيقول أسرع كنا لحاقا بي أطول كنا يدا اللفظ واضح أسرع كنا لحاقا بي أول وحدة فيكم هتموت بعدي هي أطول كنا يدا طبعا إيه؟ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانت زوجات النبي Bazil understand يكتمان عند عائشة ويلا كله يوم يقف كله مدي إيدي فيمد إيديهم طبعا أطول يب من؟ يدي سودا سودا من تزول الله كانت مشاء الله ضخمة فكان إيديها طولة جدا فقالوا بس يبقى سودا إلا هتموت إيه؟ بعد النبي علاصي فماتت زينب من تجهش قالت عائشة فعلمنا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من طول اليد أي طول اليد في النفقة والصدقة وكانت أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم صدقة وإيثارا وإنفاقا هي زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها وجميع نساء المسلمين شوفها دي بقى ما شاء الله العبادة تولد عند الإنسان الزهد والزهد يولد عند الإنسان النفقة والإيثار والصدقة والإحساس بالفقراء واليتامى والأرامل والمساكين كل هذه الأشياء سلسلة متصلة من العبادات التي تجعل الإنسان يقترب من ربنا سبحانه وتعالى شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى أعلى درجات الجنة وزي ما قلت لكم من أراد المنزلة العليا في جنة الرحمن لابد أن يكون في أعلى منزلة في طلب العلم في العبادة في الدعوة إلى الله عز جل في الإثار والإنفاق أيضا في سبيل الله سبحانه وتعالى تعالوا نشوف برضو مثل جميل جدا جدا في علو الهمة في الثبات على الحق حتى آخر لحظة في عمرهم أول شهيدة في الإسلام ويقدر ربنا سبحانه وتعالى أن يكون أول شهيدة في الإسلام امرأة ما تكونش رجل ليه؟ كأن المولى عز جل يقول يا أيها المسلم أيها الرجل عيب قوي أن تكون أول وحدة شهيدة في الإسلام امرأة وإنت بش عايز تصلي عيب قوي أن تكون أول وحدة ضحت بحياتها امرأة وإنت الحد أنا نعقب والديك عيب قوي قوي أن أنت تكون أول شهيدة في الإسلام امرأة وإنت الحد النهاردة بش قادر تقدم أي خدمة لدين الله سبحانه وتعالى كأن هذه رسالة يعني فأول شهيدة في الإسلام هي سمية أم عمار عمار بن ياسر هو أبو ياسر وأمه سمية كانوا أغراب عن البلد فما كانش لهم حد أصلا يحميهم ولذلك يببلك من حاجة يعني سيدنا بلال لما كان بيعذب كان مين بيعذبه الرجل الذي يملكه عبدالله بن أبي أمية إنما عمار بن ياسر اللي ما كانش في حد معين بيملكه فكان مكة كلها بتشترك في تعذيبه وهو أبو أمه ومين اللي شايف الكلام ده عمار تخيل بقى حضرتك لما تكون وقف في مكان كده وبيقول لك لازم ترتد عندينك فبارك وإلا أمك هتتقتل وأبوك هتقتل قدام عليك مين يتحمل الكلام ده أكيد مع أول لفظة هيطلع منهم هتقول لا خلاص أنا يعني برا الموضوع عشان ما قدرش راحب أم أبوها لكن أمه كانش عندهم الكلام ده خالص هو كان عنده أهم حاجة في الدنيا دي كلها إنه ربنا يرضع عنه إنه يفوز بجنة ربنا إنه يكون بيعمل حاجة تقربه من ربنا أيا كان بقى يضحى بالأم بالأب بنفسه بماله بأولاده المهم إنه يكون ربنا راضي عنه وبس بالفعل جاء أبو جهل عليه من الله ما يستحقه وبدأ يساوم سمية أم عمار على أنها تكفر بله عز جل فرفضت فأراض منها أن تسبا لبي صلى الله عليه وسلم فرفضت فطعنها برمحيه في موطن عفتها فقتلها فكانت أول شهيدة في الإسلام سمية أم عمار طبعا يضرب بها المثل في الثبات وفي اليقين وفي الثقة والتوكل على الله عز جل وفي محبة ربنا سبحانه وتعالى وفي التضحية والفداء يضرب بها المثل في كل هذه الأشياء ثم بعدها مباشرة قتل ياسر وارد عمار وعمار ينظر واشتد التعذيب بشكل لا يخطر وزاق سبحانه الله خبالك ومكمل أعظم أسباب سبتهم بشرة بقى التي ساقها المولى عز جل على لسان حبيبه صلى الله عليه وسلم كان النبع السلام كما عند الحاكم بسلد صحيح كان يمر على عمار وام وابوه يقول ايه اصبروا آل ياثر اصبروا آل ياثر فإن موعدكم الجنة الله أو في رواية صبرا آل ياثر فإن موعدكم الجنة فتخيل لما النبع السلام بيلوم معلش اصبروا شو أنا عارف أن العزف شديد اصبروا شوية فالموعد بتاعكم في جنة الرحمن طبعا داي نسيهم كل بلاء وكل شقاء وأي تعب وأي مشقة طبعا لازم ينسوها بعدما يسمعها دي الكلمة من الصادق الذي لا ينطقه عن الهوى صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر قعدوا بقى زوودوا عليه العزف بعدما قاتلوا أمه قدام عنه وقاتلوا أبوه قدام عنه واشتد العذاب على عمار بن ياسر حتى أرادوا منه أن ينال كلمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقالها شدة العذاب معيني أخذ بالك من حاجة معيني نزل العذر ونزلت الرخصة من عند المولى عز جل هؤلاء المعذبين إلا من أكرها وقلبهم مطمئن بالإيمان أنت لو أكرهوك على ذي الكلمة يا عم أقولها مش مشكلة قال لك يا أهل لا تولي العزة إلهاني من دون أي إلهام من دون إله خلاص وإنت قلبك مطمئن بالإيمان فأقولي الكلمة عشان تقرص من العذاب دوت كل الصحابة أو اللي تعزبوا دولت خاهدوا برخصة إلا بلال الوحيد الذي ثبت آه لا تولي العزة إلهاني من دون إله كل أحد من أحد ويفضل كده يعذب حتى يعني اشتراه أبو بكر من عبد الله بن أبو مية بعشر أواقم من ذهب وعطقه الوجه لله سبحانه وتعالى فعمار بن ياسر نطق كلمة في حق النبي لكن غزبا عنه مشدة العذاب فأطلقوه سبوه فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه هو يبكي فقال ما بك يا عمار قال شر يا رسول الله ما زالوا بي يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي وهو يتبسم وكيف تجد قلبك يا عمار قال مطمئن بالإيمان قال فإن عادوا فعد أشفاتي آلة تعب هنين يعني أول ما يقولك تكفر قوله كفرت يا الله خلاص هي كفر خلاص فمزاي يعني بس أقولهم أي كلمة وانفد من العذاب ده قال فإن عادوا فعد فنزل قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فدي أمثلة عظيمة جدا للثبات على دين الله سبحانه وتعالى نهاردة مع أقل فتنة جماعة بعض البنات بيفتنوا ويتركوا الإحجاب وإذا كان لما بتيجوا واحد تسألني نهاردة ألبس نقابة ولا ملبسوش قولها شوفي نفسك الأول هتثباتي ولا مش تثباتي حسن أنت إن شاء الله يعني قد الموضوع ده لأن هتلبس نقابة نهاردة هتقل يا بعد أسبوع هتبقى فتنة غيرك لا إذا كنت حسن أنت تقدر تقوم بالموضوع ده على أكمل وجه بفضل الله سبحانه وتعالى وأن أنت تحفظ على الدين وتكون صورة طيبة للمسلمة ما شاء الله إلا النهاردة لو واحدة لبسة نقابة وماشى في الشارع وسلطها عالب وتهزر مع البايعين وبتدحك وتهزر يبقى إيه فاينت هتنقاب في الوقت ده بالعكس أنه ممكن يبقى صورة صحيئة جدا عيازا بالله لأي مسلمة مرتزمة شاهد في الموضوع عزيني السبات أخواتنا ربنا بار فيكم الحمد لله أديكم تصوموا في رمضان صيام وقيام قراءة القرآن وذكر الله وعبادة ما شاء الله بعد رمضان بقى فين السبات كل ما تيجي بعد رمضان تلاقي نفسك وترجع الوراء فتكر سمية سمية اللي ثبتت لحد ما تقتلت فتكر رئاسية من رأى فرعون للحد آخر لحظة كانوا يعزبوها علشان تخرج عن دينها وترجع مرة تانية تعبد فرعون من دون الله ولكن أبدا ثبتت وقالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة هيا دي المسألة الثبات يا أخوات ربنا بار فيكم يا رب العالمين واحفظكم من كل سوء اجمعنا وإياكم على الخير سبحانك لله وبحمدك أشهد أن لا إله إله